فالراجل ماشي على نفس النقطة لكن كان فيه حاجة النهاردة مختلفة حكاية تستحق ان احنا نحكيها حكاية هتفكرك بمحمود الحكيم وعبد الحكيم أخوه في توت باب الشعرية هتفكرك بعبد الغني في توت سوق السلاح هتفكرك بالست اسمها عديدة كحكية ولا اسمها هتفكرك بسلامة سرامبو هتفكرك بتظاهر كار الفتوانة لما تحول الى بلطجة حكاية النهاردة هي المهمة بقى لواحد مريد بالكرسي قصتنا مدتها عشر سنين تطور فيها السيسي من عشور الناجي عند الأستاذ نجيب محفوظ الى محمود الحكيم عند التاريخ المصري من الفتوة الى البلطجي من حامل حمى وحامل دعفاء ومونقذ الحارة مصري يعني الى بلطجي هيولع في الحارة كلها بلطجي بيقول انا موجود ومحدش هيقدر يمشيني بلطجي يهدد مصر كلها في الأمثال الشعبية حضرات بيقولوا يتمسكن لحد ما يتمكن أو سكتناله دخل بحماره تشوفه موسى يصبح فرعون أو يطلع فرعون فيه ألف مثل للتطور ده النهاردة السيسي لخصهم كلهم اللي بدأ في صورة الفتوة عشور الناجي البطل الشعبي اللي هيحمل المصريين وحارط المصريين ولاد الناس من الأشرار اللي طلع أول ما قابلكم قدم نفسه على أنه عشور الناجي المصريين طلب بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويد؟ وأمر بالني أواجه العنف والإرهاب المحتمل قدم لكم نفسه من عشر سنين عنه المعلم عشور الناجي العرباجي ابن الحارة اللي بدأ عادي جدا الراجل طيب ما كانش نفسه في كار الفتوانة خالص لكن لما الظروف اضطرته ألب وبقى فتوة وبقى أي حد في الحارة يتمنى أنه هو يساعده ويروح للغلبانة اللي بتاعة العيش أو بتاعة الخضار يساعدها ويقف جنبها بدأ بعشور الناجي وحدة وحدة بدأ عشور يتغير ويبجح ويقولك أي فتوة هيقرب من الحارة دي فتوة هشيره من على وش الأرض يعني كانت معركته مع عبدالغني فتوة سوق السلاح مثلا اللي هي كانت كده اللي هيقرب من الفاشدين يحذر مني اللي هيقرب من الفاشدين من الكرش ده يحذر مني لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي وقد كان الفتوة اللي بقى بلطاقي كان قدامه فتوة تانين كان قدامه فتوة اسمه أحمد شفيق كان قدامه فتوة اسمه سامي عنان كان قدامه جدع صغير كده ماجدع لسه جديد اسمه أحمد قنصوة طح بهم كلهم زي ما حدتكم شوفهم كده دول ضحايا الفتوة اللي أصبح بالطاقي لأ سيبك من حمدين وموسى مصطفى موسى الله يخليك دول كمبارسات دول دول جزم شربات عبنها بفتوح فتوة طياره أحمد قنصوة في 17 طياره معتقل من 17 سامي عنان يناية 18 طياره أحمد شفيق ممنوع من الحياة السياسية ممنوع من كل حاجة فيهم اللي خلاص ودور الشمس معتقل المغول وفيهم اللي يدوب بس منعوا زي أحمد شفيق كده أي حد قوي هيفكر يعمل بنبكة علي أنا وأنا في توة الحتة دي هشيله على وش الأرض الشيل ترجمة نانسي قنصوة